اشتركوا في القناة إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى بم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا متابعين ومشاهدين الكرام لقناة السنة قناة عيت الدالة والوسطية قناة تنشف الحق وأقيدة أهل السنة والجماعة ومنحج سوفية الصادقين بلغات شتى وبلغات متعددة وها هي الآن تأتي بلغة الرطانة إن شاء الله نتابع هذه الدروس الذي سيلقى لنا باللغة الرطانية فنتمنى أن تكونوا معنا ومشاهدين الراتيون بسنة أبي جني هدوبيلا وشكرا هدوبيلا فهذا تابعيني تدرسي على المداني أو التعليم مداني والتعليم مداني التعليم الأوليباء فرقوا مبنوا ونديبوا ومن السعام وباليسلام ننمو عنه بصول أبوز أهل السنة والجماعة وصوفية الصادقين وفي اللغة التي قلنا نعملينها وحسي جنة اللغة مروطانة مثل ما نعملها لكي نعملها لهم تابعها ونحن نعلم بالشي أننا فعلينا وأننا فعلي جيدين فعلينا فعلينا إن شاء الله درسنا أو درسنا كما بدأنا إلى الآن مواصلين إن شاء الله الدرسة التي درسناها في الماضي وفي الدروسة التي مضى ما يتعلق بالبدأ يعني هو أقسام البدأ البدأ في انقسمها لكم قسم بيناه وبينا ما هو أقوال العلمة الأربعة في أقسام البدأ قلنا أن العلمة الأربعة المالكية والحنافية والشافعية والحنابلة لا تكون الحال gele 음 ثم نحوizes شيء أو صني أن نحو 알�رسومة لا تؤكد أن العلمة الأربعة ستعرف بعض الإنكس는 ما أقسام البدأ و Werk و لكنهم نعتقد أنه كان محاولاً بأموره و لكنه كانت أعصاباً من الخبز وقالنضاعه وقالتنا بالحصولين على عيب الأربعة و لكنهم نعتقد أنه كان محاولاً و لكنه لم يجب أن أصبح نحن بأموره و لكنه أنه محاولاً بأموره كانت تحصيل النظام بأنه نحن نعرفه أما أن يشبهون في كل موقع الحسنة ليس أن يعطي شيئا عن شريعة كما تتحدث في حالا أشعر يطالعون أن يشبهون في الشريعة ولم يخ девأس كلا ولم يخلون شريعة ولم يهدون بذلك الشريعة ولم يخلون في كل مقابلة ولم يخلوني قال المؤلف الثكر بعد الآية الثالثة عن الإجبار الحسنة ومن البدء الحسنى ما تقدم من أن أمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان وكانوا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها فرادا وقال عمر عن ذلك نعم البدء هذه من البدء الحسنى يعني مخلوة شريعة لنبجيب للشريعة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استمعنا الأمير ربا المؤمنين يعني بعد ما الرسول مشايه وبعد ما سيدنا وبكر مشايه يعني من أن قال إيه في البدء الحسنى باسي إن شان قال إنه استمعنا بصلاة التراويح في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أي واحد أرجع الإنسان لأنه هذا lovesmpat يوسط إأخذ إذا أجدت أجدت إلى المئنسان حق وتposeت ب Vaticano أن أجدت بكي سيدنا زمن الرحيح بصلاة التراويح أي واحد أرجع الإنسان死ات فنútن تتعبع وضع أن يختبع معهم كما أننا بسرع أدوان وثمانا يقرر لديهم قرار الأمر يقعد ببقى في اليوم الثالي يقعد أن يقعد ببطء وعد ذلك أن الإمام تتبع صلّة وقعد المنفذ في النوم وقت المنفذة صليت وكان أن يقعد في الإمام بقدم البدعة هذه . نعم نعم بها لأنها في الدلو لازير من الرسول ولا سندة وقرى أصدقاء ولكنها في الدلو لأسفل كنورة نعم ، لكن ننبغلنا المعبيه المعني لدينا هنا ، نعم بديعم 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 سنة المعني بديعمش لأنه لا يبحث عن ما يوزي نعم بدينا وان سنعبر عبارة قوله وان سنعبر وان سنعبر عليه لأن سنعبر بعض الأحرن فقط مhmm كان يدعون من ذاته نقول أن نريد أن يقدر بدأته هذه فهو تأكد عندي المدى في بذاً لأنه يقدر بدأ البداء الحسنة وماليك عز وجل يحسي في الليلة مريء أصل إلى إلصال صلاة الدراويه جماعة أمد مرة البيضاء الحسنة ولكن لذلك لذلك، إذا ترى الضغط يجد الأول شيعة الشرية المدى وماليك الإنجر وجل شخصهم والبدأ الرسول حراماً وطلالاً وروا البخاري في صحيحه أن عثمان بن عفان أحدث آذانا ثانيا يوم الجمعة ولم يكن هذا الآذان في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال الناس على هذا الآذان الثاني يوم الجمعة في مشارق الأرض ومقاربها وكذلك روا الإمام البخاري في صحيحه أن سيدنا عثمان بن عفان في خلافته لما كان عميل بعد انتحان إمارة بتاع سيدنا عمر بن الخطاب يعني لنندي الآذان الثاني يوم الجمعة يوم الجمعة الآذان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الآذان في زمن سيدنا عمر سيدنا 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 عمر الآذان واحد منه واحد شاغنة ثلاثة نفرهم عزني كما أن لم يكن على إختياره مركين ومثرهم ومثرهم سيدنا يوم الجمعة الثانية أزانية وكتبوا بقولوا يوم الجمعة الثانية الثانية وغيرها ثافة نبد على خطابة طبعنا رسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن سيدنا أمر بن الخطار لما جاء سيدنا أثمان لما شاب أنه يعني مقيرنة نافع ما بي طوالا نجي خلوانه يبقى خلوانه نجي نبلي للليلين نندمه أنت للمهسه على ذلك خلوانه يبقى البداع معنه العسياته بدأ حسنة بدأ حسنة ورور البخاري أيضا في صحيحه أن الصحابي الجليلة خبيب ابن عدي أول من أحدث صلاة ركعتين عند القتل كذلك يعني روى الإمام البخاري الصحيحي في واحد صحابي يعني مبفيه الدمو خطأ عمابين بمولا بشيبو الساقل المرهب نقل المرهب بقثجي أصدار ركعتين عشان بعد أغرفية الدمو يبقى ويبقى 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 عندما يصبح صدار ركعتين يصبح مرهب وصدار ركعتين ويبقى قد مرهب ويبقى إذا كان لدينا رسول الجنسي بل ولا قلنة يجب أن ندينا ويجب أن البحر لنا رسولي ومدحنه نقل نجن جوان بلو إذا لم نصد ركعتين بعد دقان المشا نقل نبشي وروى البخاري أيضا في صحيحه عن رفاعة من روافير الأزرقي قال كنا يوما نسلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال اسمئ الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول أيهم يكتبها أول قوال من الحجر في الفتح البارئ من حجر الأسقلاني في شركة الفتح البارئ واستدل بهذا الحديث على جواس إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور طيب الإمام البخاري أخرج حديثا وحد الحديث عن رفاع بن رافي الأزراطي قال كنا يوما نصلح الفنبي عليه الصلاة والسلام هذا صحيح بقول كنا كنا سلها الرسول اليوم من الأيام لما نبصل لنا ما نبصل لنا أي طبعا معروف أن الإمام قال اسمئ الله لمن حمده المعروف أن نقن له ربنا ولك الحمد نقن له كنا نقن له ربنا ولك الحمد ولك الحمد لكن نقن له ربنا ولك الحمد كنا نقن له حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يعني روطا طوال حلاء رسوليه حلاء رسوليه بأن نخلق شبانه طيب لما نبصل لنا حينما نقول لنا عبد نقن له ربنا ولك الحمد ما نقن له روطا طوال قلقه هم تحولون وفير الإثام اللي كتب قال لنا أكثر من 30 ملايكا معنى أي واحد ثانيين كتب أي واحد ثانيين كتب من شين مرتين الرأخ بعد ما نبي رح السلام بس شباعنا وبوغدنا الصلاة نقسمه عليه معون دين نقن له من المتكلم؟ من الذي قال؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا تجيب المباركة فيه قال ماما نو؟ علم مقمعون ياهين طيب عما دول ملائكة بأكثر من تلاتين ملائكة يعني سباقوا ويقويا يعني كطومرة يعني أي واحدة قانا إلا لكتبه أي واحدة قانا لكتبين يبقوا بطبع عشبي وهم يجين معنا يعني بعد ذلك الإمام ابن حجر الأسقلاني في فتح الباري في شريح السعيه البخاري نغنيه والحديث الباجي قلت أنه ما ربا قدريه نحصره جمه جديد فالسنة يوه لكن بشر بقى خالف نه السنة يعني نحصره جمه جديد قدر على شقة هذا لكن بقى خالف نه السنة مخلوة السنة له قدر نه وروا عبو جاود في سننه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه كان يزيد في التشهد وحده لا شريك له ويقول أنا زدتها سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يعني هو كان يزيد في التشهد وحده لا شريك له وحده لا شريك له ما ورد معناته يعني الورد يعني أشهد أن لا إله ايها الله و أشهد أن محمد رسول الله وإلى أن حاجة تشهد و إنه يقرأ التشهد لما يجي أشهد أن لا إله ايها الله يزيده واحده و لا شريك له ثم بعد ذلك يقول أشهد أنه وحده لا شريك له ولا ازعي و انزيداني ولا خالف الشريعات هذا سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب وحاوله سيدنا عبد الله بن عمر مسمون من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم إلى هنا إن شاء الله نقفه قليل وبعد قصر القصير نرقى ونواصل درسنا إن شاء الله لذلك إن شاء الله لذلك إن شاء الله لذلك وصل ذلك الدرس ونحن نتقل بالنحل نمعناه نسننا بغلال هذا البداية الحسنة وبعد قوله البداية الحسنة نشبه عنها على إن شاء الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نرد ونواصل درسنا من المكان الذي نهنه وغفله فيه ومن البدء الحسنة الاختفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول شكرا لله على إظهار هذه النعمة النعمة العظيمة في مثل هذا اليوم وأول من أحدثه ملك إيربرا في القرن الصابع الحجري وكان عالما تقيا شجاعا سنيا يقال بخل مظفر جمع لهذا كثير من العلماء فيهم من أحد الحديث والسوفية السرادقين فاستحسن ذلك العمل العلماء في مشارك الأرض ومغاربها منهم الحافظ ابن حجر الأسقلاني وتلميذه الحافظ السخاوي وكذلك الحافظ السيوطي فقد ذكر الحافظ السخاوي في فتاويه أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة ثم لا زال أحد الإسلام من سائر الأخطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ويعتنون بغراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم طيب نحن الآن نتكلم في مسألة الاختفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام والاختفال بمولد رسول عليه الصلاة والسلام بدأة حسنة وبدأة محمودة وبدأة فيه فواعد كثيرة جدا جدا بالنسبة للأم الإسلامية فلذلك ننظر إلى الأدلة التي يدل على أن الاختفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سنة هي من الشريعة الإسلامية ليس من البدأة المحرمة كما يزعم الباعد أو كما يزعم المشبهة المجسمة ومن البدأة الحسنة قال اختفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وأول من أهدف هذه الاختفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك نسمى ملك من ملك إربلا في الخرنة الصابعة الحجريان قبل السبو من السنة هذا العالم كان عالم انتغي كان عالم سني كان رجل شجاء كان رجل له مكان في الشرية الإسلامية دمع لهذا المسألة يعني علماء المسلمين فيكم المحدثين الناس البعض الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع من الفقهاء وجمع من السوفيين الصادقين الناس المرتزمين بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام جمعهم وبأدى أمل الاحتفال يعني أمل الاحتفال وبأدى يعني على علماء الكانب بعد ذلك يعني مدغوا هذا الفعل وجعلوه عملا منتجر في كل الربوء الدنيا يبقى يعني البدأة الحسنة سنبقى نواني من ديمنو يعني يعني الاختفالي تيلار الزمن مبادرة شهر أشهر ربيع الأول بخلوه تلمورد له يعني بتعمورد النبي عليه الصلاة والسلام يبقى الاختفال نو بدلي ننبرو يعني الملكة منزيعي أو العالمة منزيعي كان قبل سبو مئة سنة يعني ببادأة الحسنة له ببادأة الحسنة له ببادأة مع بيجي لما نبدا أنه لا بدأ أنه لا بدأ أنه تأني النغنو بل إنما هو بوردني العلماء اللقم بشبهه العلماء من المحدثين ممتن الحديثة الرسول عليه الصلاة والسلام فقدر يقوم على حقه تدين بيشوه بشوني ومن العلماء الصوفي الصادقين ومن الفقهاء يعني برغو جلن بعد ذلك يريد الاحتفال لما نبدا أن الاحتفال يعني الاختفال دينا تنديل هي دين بيش ملا من النماني ولا بيجي انشوني يبقى بعد طوالي العلماء مسيحية سألوا بعد طوالي بعد طوالي نبدا أن لديهم فيش من النماني لأنه ذكر المسلمين بصيرة النبي عليه الصلاة والسلام والأشيار الحسنة في اليوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام ويذكرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو رحمة للعالمين وما في حاجة مبنى عربي حتى لا شكر الله سبحانه وتعالى أن يؤمنوا بأنواع الشكر أو بأنواع النعمة يبقى بعد طوالي يعني الحافظ ابن حجر الأسقلاني والتنبيذ ابن الخافظ والسخاوي قال يعني هذه الفئل الفعله يعني الفئل اللي بيجي مدنو معنين وما بين بناس المريء على الحفاظ المريء يعني ما بين المد الحديث بيجيون بشوني الشريقى يمارئ قال وَلِلحَافظ السيوطي رسالة السماها حسن المقصدي في عمل المولى الامام الحافظ السيوطي الحافظ حافظ الحديث النبي عليه الصلاة والسلام عالم من العلماء الماني وما تقوم بما في الكلمت والSQL يقول له علف كتاب سماه حسن المخصدي في عمل المولد يعني كتاب والكتاب له نرث انه عمل المولد يعني انجيل المولد ولا جيل انه وشما نسه ولا ما نسه منه نرث انتهيه وقال في الحاوي للفتاوى إن أصل عمل المولد الذي هو اكتماع الناس وقراءة ما تسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلون وينصرفون من غير الزيادة على ذلك هو من البداء الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفره والاستبشار بمولده الشريف يعني هذه من العدلة التي يستند الإهل المسلمين أن عندنا دليل البثبت من ولماءنا المؤتمدين أن أمل المولد والاكتماع له وذكر يعني ما ورد من الأخبار الصحيحة يعني عند مولده وما يقدمون للناس من الطعام يأكلوه والناس يقرؤ شيء من القرآن والناس يقرؤ أخباره يعني أخبار النبي عليه الصلاة والسلام ومولده كيف ولده وسيرته وكيف نشأ وكيف تربى هذا عمر ممدوف ومطلوب ولا بأس به بل يجمع شملة الأمة الإسلامية كم من الناس يكتبعون في الاختفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الدليل قال إنه النبلة أنه الدليل قال لي أنه يعني في كتاب اسمه الحاول الفتاوى فيه كلام يعني أقول إنه أصلع من المولد الذي هو يعني الناس يجتمع شمال قرآنه والقرى المولد والقدم الطعام ما بيه يأثن الساعله وبعد ذلك القرى مثلا يعني رسول عليه الصلاة والسلام شا هو لأني ومنزوه لأني خسلأي وبعد ذلك نمع دليل يقوه وبعد ذلك شمبادون ذاته يعني جنسي يقوه معنى بحسل يوجد له وبعد ذلك القدمة الطعام التي أقول أول فروق أو مثلا لأدبيا عنه مثلا أو فرحتي لنبليت له قال ولا ما يجمع يعني بل إنما هو مسألة فيه فائدة كبيرة بمعنى لشنو ما بيبور ألو سعاله كم ألف وكم ميات بقول أربوب الأنشيكو بقرى أن مولد النبوي الشريع أو أن بغرو يعني سيرة النبوي للصلاة والسلام يبقوا نباً منا قوة من البداية الحسنة دائما الحقيقة لا يدوها ولا البداية من شبوه الشرية ونكرني أن ندلله ولا يدوه الدليل بالمرة بل أنه القراهة النبي عليه الصلاة والسلام ونحب الرسول عليه الصلاة والسلام الحساد المماني المترجم لكي تلتلم على الحساد ثم قال الحافظ الصياطي ما نسهم قلت بل خرّج شيخنا شيخ مشايخ الإسلام خاتمة الأئمة العلام فئلة الإختفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على عصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم فاندخل المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشورا فسعى لهم فقالوا هو يوم أقلق الله سبحانه وتعالى فيه فرعون عليه نعنى الله ونجى موسى عليه السلام فيه فنحن نصومه شكرا لله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى عليه السلام منكم فسامه وأمر بسيامه وقال إن عشت إلى طائب لأصومن الترسعى قال شيخنا فيستفاد منه فعله الشكر لله تعالى على ما من به في يوم معين من إصداء نعمة أو دفع نعمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم كل سنة وشكر لله تعالى يحصل بأنواع العبادة كالسيوت لله تبارك وتعالى وكالسيام والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يعني الإمام الحافظ السيوطي قال شيخنا شيخ العلام ويقصد به ابن حجر الأسقلاني قال يعني يخرج ناصسا من أصل الشريعة خرج أصل يعني دليل على أن الاختفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بدأ حسن فقط ليس بدأ حسن فقط بل إنما هو النبي عليه السلام فعل شيئا يشير إلى هذا لأن النبي عليه السلام لما نحاجر إلى المتين المينوفرة وجد اليهود يصمون اليوم العاشر في الحجوم فسعى لهم عن سبب سيامي قال لهم لما تصمون هذا اليوم قال نحن نصم هذا اليوم لأن اليوم ذا اليوم الحسن الحسن الحل سبب مناظها بين سيدنا موسى عليه السلام وهو اليهود يعني قبل سيدنا موسى يعني يصح لشحا أنها جدت مناظة بين سيدنا موسى وفرعون عليه الله الآناته الله تعرفون سيدنا موسى بكاثيرا distribution لعنة الله كيف يعني أمل مشكلة مع سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى أقرقوا في البحر قالت اليوم دا يدى اليوم الغرق فوق فرعون وسيدنا موسى نجى من البلاء بتاع فرعون عشان يلغانين نسوم اليوم دا شكرا لله سبحانه وتعالى كما سومتنا اليوم 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 لأن اليوم أبقى وراء سيدنا موسى فرعون تقلنا اليوم له يوم عشرة هل اليوم عاش ربتت اليوم المدينة دا يوم النبي عليه السلام من بحجات المدينة هل اليوم الرمانيا؟ وظهبتم مع علاقة السنين المعنى ولكن نرى اليوم يقول لي وصيدنا لأن اليوم الحصول فيه المناثرة بنا سيدنا موسى وفرعون عليهم اللعنة الله كثيرين يشكروا الله سبحانه وتعالى بالسياع النبي عليه السلام قال لنا قال أنا عول منكم بموسى قال أنا أولى بموسى منكم قال أمر بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم عاشر وأمر الناس أن يسوموا يوم عاشر وبعد ذلك قال لأني عشت إلى القابل إذا كان ربنا أحيادا لحد السنة القادمة قال أنا أسوم شنو يعني يوم التاسي ذاته إذا الشيخ إبن حجر صلى الله عليه الصلاة والسلام قال فيستفادوا منه يعني هذا الفعل الفعل للرسول عليه الصلاة والسلام وهو اطلع عليه من اليهود وبعد ذلك قال أنا أولى بموسى قال معناته بيورينا أن اليوم الحسن فوق النعمة الفيو خير بالنسبة للمسلمين هم بقدروا عشان يعمل شنو يعني أي حاك في اليوم دار الفيو خير شكرا لله سبحانه وتعالى وهل في حاجة أعزم من ظهور النبي عليه السلام الوصول الرسول عليه السلام إلينا يعني مولدي أليس أعزم يعني رحمة الله سبحانه وتعالى قال قال فيه ما أرسلناك إذا رحمة للعالمين يرقي الظهوره ذاته الظهور لأنزهر أثانيين عشان عادوا ولا ليوم له ده أكبر نعمة وده أكبر رحمة وده يعني مقلوب للناس أنه يشكر الله سبحانه وتعالى فيه هذه اليوم إذا كان اليهود هم يشكرون الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى ندى سيدنا موسى زمان زمان قبل آلاف السنين وأقرأ في رؤون في اليوم ده يبقى من مانع بعن المسلمين يعني من شكر على تليهه وله رسول عليه الصلاة والسلام ليه يعني بدون ما ليه حظه ويجمع بخالق الشريعة يعني ولا ما يجمع يعني دينئمة كبير وظهور النبي عليه الصلاة والسلام على الوسول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني دينئمة كبير ما كي اي زول منك رنئيه إلا من ععم الله يعني بصره وما عادي يعلم شنو الحق فالشيء اللي نحن نريد ان نذكره منها فيه 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 كلام باب مولهو الناس المنكرين الناس المنكرين بابقولوا يعني معناته يعني دي منع المولد با يعني عشان ما بباجر المعصية فالسلام يعني فيه حاج مولد ما بيمنع تدله ماليقرة يعني دي منع المولد عشان ما بباجر المعيب يعني كما يوبرتها لبالباقيا لا سير رضا ولا بات مالحرام يبقى مقوع عشان ان نفهم الرسول العلماء فهم البداع الى كم ينقسم وقسموا عليه انكمر وبعد الفتحة وفهم الدليل بالعلماء ونقال ماليث الرسول عليه بعد ذلك يقول الرسول عمبره رسول عمبره رسول عمبره رسول عشان ما بباجر المعصية عمبر الموالدو المعصية ولا أخدوه إذا تدليل با الموالدو لك المعصية عمبره من نحصون أن ننزم بقعه من نحصون أن نتهم بقعه لأنه مثلا ما ممكن ما منزبه قر ما بيك المده في المسجد رسول عمبره رسول عمبره الرسول في المرب المولد من أمنا العالم لكن المولد فالأصلة الأيو ولا سنتين حرامين الغلماء الكلم متفقين على أن الاختفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من البداية الحسنة ولا زفاهم فقالين أنه محرام إلا خوالد الزمان أو خوالد هذا الزمن الذين مبتدئهم بأنفسهم في أقيدتهم وفي تعاملهم الشرعية كلها ليس بتمامل سوريا لذلك أن نتخشف الفلاح لذك عندما كانت اللذر مرتبات وأنا نقول ذلك بأن النبي عليه السلام كان يسوم يوم الخميس ويسوم يوم الثانين حين ما تزام للأيان الياب الثانين والو brالي قال يوم الحميس يوم ينفع في ان عمال وأنا أحب أن تنفع عمال لأنه صguمكن ويوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه فإذا أنا أصومه الشغل لله سبحانه وتعالى شوف لا حدي هذا يعني نقول لها حدي هذا أنه النبي عليه الصلاة والسلام ذاته وفي رأسه يعني هو في نفسه كان بيحتمى اليوم بتاوه يعني كان بالذكر لله سبحانه وتعالى يعني أكبر خاصة في اليوم شنو الولد هو أمه واليوم رصد هو شنو أقسها يبقى كلمة أنه نبدأ المسلمين نقول للمسلمين هذا اللي يفعلونه بدأ سيئة من غير دليل هذه لا ينبغي لواحد أن يتجرى وأن يضارع المسلمين وأن يقول أنهم يفعلون معاصي يوم الاختفال أو بصفل الاختفال بل إنه نحن نحاول نؤكد أنه إذا كان هناك معاصية ننجح ناس من معاصية بعد ناس يقول للمنسوان مع الرجال ببثم يعني ما بيقول بيهم يليلي أقس نسوا than O لم كان ببثم يحب المسجد حارما المسجد يقول المبارس من معاصية هناكقش في المسجد وله مه losers بك لأن الدليل مدره ممنعهم مولا جيتم ولا كدمو ممنع الاحتفال ذا ويجريهم الولادة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ما أردنا أن نتكلم به إن شاء الله نبزة قليلة لتعلق بالبدعة الحسنة التي يوافق الشريعة ولا يخالفها لأن نبزة قليلة لتعلق بالبدعة الحسنة يعني البداية بقى شيء لا يقلق بالشريعة ولا يخالف الشريعة لا يقلق بالشريعة ويقاللهم بإمكانهم بلغ ومبالغ ومبالغ بشي ويقال بإمكانهم خالف الشريعة ويجب علي الشريعة ما هو معنى؟ فإن شاء الله نتمنى أن نجد الاحتفال لأنني أريد أن يكون لدينا ونسببين تلقين معنسي ما يتوقين لا يجب عليهم الحسنة وما يجب عليهم اختفال بالمولدن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحتم بيومه وأن هناك إشياء يفعله وأن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل في يده ليشير على أن الاهتمام بيوم معين يعني يكون خير للأمة فيه بركة وفيه خيرات وفيه الضال عشان كده باقش المعهدين وشي مانع بمرضين دي بايه ولا بيدي الدليل وما بشي الحساده وبيفرقكم على منعته بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته